مرحبا احنا صرنا شاطرين بالكيميا وصرنا نعرف نكتب مركبات كيميائية ونميز بين الايون والمجموعة الايونية خلينا نستعرض مع بعض بعض المجموعات الايونية اللي لازم احنا نظل نتذكرها مثل الهايدروكسيد النترات الفوسفات الكربونات والامونيوم طيب بما انه احنا صرنا شاطرين هالمرة رح اكتب لكم مركب وبدنا نحكي نعرف نكتب اسمه انه شو بنحكي له لو اجيت حكيت لكم NH4CL اذا انتبهنا مع بعض احنا بلشنا نكتب بالايون الموجب بعدين السالب لما نيجي نكتبه او نحكيه منبلش بالسالب بعدين الموجب كيف يعني؟ كلور حكينا لما نيجي نكتب المركب الايون السالب بنحط له ييد فبحكي كلوريد الان اشفور ايش؟ الامونيوم لو عندي الام جي ان او ثري باي تو هون انا انا ما بحكي عن ايون انا بحكي عن مجموعة ايونية وقبل شوي حكينا عن المجموعات الايونية والن او ثري اسمه نترات ببلش فيه نترات الماكنيزيوم طيب لو حكيتلكم ان اي ان او ثري كيف بنا نكتبه؟ ولا اقولكم انتو شاطرين رح تعرفوه لحالكم ودمتم الارواع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة